معلم خضرت الفيديو اللي أنا حكيت فيه المرة الماضية عن أول عشر نصائح ثمينة كثير 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 من أهم رواية الأعمال في العالم إذا خضرته فتعالي أحكي لهم غيرهم أنا جاسر مصطفى وهاي جاي توكس وهاي السيريز اسمها المور ونبلش بسرعة ما هو حدا في العالم راح يتم فكرتك ولا حيشيلها من أرض أو أنت عليك تلاحق وراهم وتربط إنه هاي أحسن فكرة في الكوكب منتق أحسن واحد بيعمل هذه الفكرة وهذا المنتج وهي السيريز في العالم لحتى يرجبوه لأذكارك وأخلاقك وياخدوا هذه الخدمة هذا الشخص اللي نقول لك هيه اسمه روبرت غرين أو غريني من ميستري أما صاحبنا غري كوازاكي من آبل شو بيحكي لك إذا أنت آمنت إيمان قوي جدا بفكرتك وصدقتها واشتغلت عليها منيها ولأحقت وراها بشكل كبير فكل الكوكب وكل الـ consumers راح يآمنوا بهاي الفكرة واشتغلو لك عليها تلقائيا ويسوقوها تلقائيا واشتروها تلقائيا ويلحقوا وراك علشان ياخدوا الريسيبي أو النصف تبعت رطوفتك وبهي تنجح قطمتك فيحكي لك لاحق إيمانك لحتى يصير واقع وحقيقة والله يا جماعة قبل قدنا فيها ناس رواد أعمال وناجحين وولاد على المناسبة فيه واحد اسمه ستيب ووزنيك وأنا ما إلي علاقة هذا اسمه بيقول لك اشتغل على الأشياء اللي انت بتآمن فيها وبتحبها ويبليب انت بشكلك كثير خراب يحتغل عليها لإلك انت مرة وثلاثة وثلاثة وعشر وطورها لحتى انت نفسك وأطوفتك تصير راضي عنها وبتحب تشتريها فعمل اشيه إلك انت قبل ما تعرضه لا على شركة ولا على كونسيومر أو مستهلك ولا على أفراد ولا على أي حدا ستيب وهاي نصيحة مني ومن حبيبة القلب مارك كوبان اي تنك هيك اسمه حبيب القلب انا بخبط الحبائي بحر أنا من برود كاست بيحكي لك حط حالك في مكان او منتج او سيرفس انت تشتري اليوم او بتعملهم لمتلس او انلمتل او ما لها اي حدود او انفينيتي ليش لحتى تقدر تضلك دايما تكبر وتتوسع وتعمل اكسبروجينز وتكبر كل مرة انت حال انت انت تكبر فيها بس انت هتكبر شغل اكذا تفهمني اما الشكاك الثاني توني فاضل من مكان اسمه نستا اي تيمك هيك اسموز من مكان هو جاي منه بيحكي لك اطوفتو انك انت لما تحاول تشتغل على شغل بيعمل فرق ويكون اشي سفاح وامبورتنت حاول دايما تشك في الاشياء برضو وظلك تسأل وتسأل وتسأل وتلاحق وراها الاسئلة لحتى تلاقي احسن اجوبة تقليك تعملوا باحسن طريقة ولا احسن او جمهور او مستهلكين واخيرا دخلت مانع السريز الامورة داناي او دانا او داني رينجل مان من مكان اسمه انديي جوجو هي هيك غريبة الاطوار تحكي لك عطوفتها لا تحاول دايما انك انت تكبر بسرعة وتتوسع بسرعة 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 وتسأل كيف انا ممكن اكبر بشغلي هذا كثير بسرعة واحتل الكوكب ليه؟ لانه انت ما تقلي هذا الاشي رح يصير انت عملت اشي كثير مهم واشي فعليا بيعمل ارق واشي فعليا الناس تحتاجوا وصاحبنا اللي انا حكيت عنه في فيديو كالهيك اسمه سايمون ساينيك او سينيك ارشو اسمه فعليا كبين حاجة وجاي من مكان او من سبيتش بيحكي لك ستارت وذ دي واي او ستارت وذ واي بيحكي لك انه دايما حاول انك انت تبلش بالتفكير في الدائرة من الداخل من جوا جوا الى الخارج انا بتتذكروا في الفيديو هذا حكيت لحبلش في الواي بعدين الواي بعدين الواي بعدين الواي ليش؟ انا متفكه اول شي بليش انا عم بعمل هذا الشي وشو قصته وشو الكونسطة والفجن من وراه وبعدين متفكه بي هاو انا كيف بدي اعمل هذا الشي وهنجح واخليه مطلوب ويحل مشاكلا بالناس اوتوماتيك ليه الوقت بتطلع معك والبرودكت والسيربس اللي انت فعليا بدك تعمله عشان تكون عطوفة اهلك ناجحة وصاحبنا الرومانتك المهووس بالقصص سيف جودن وهو اعطار عن ماركتينج جروه معلم ماركتينج بيحكي لك انه تتم كثير 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 في القصة من ورا الشي اللي انت قاعد بتعمله ليش بيحكي لك لان الناس رح تعتمد في القصة اللي رح تعتمد الفاليو للاشي اللي انت فعليا رح يقفته واذا ما عندك قصة فموضوعك شوي صعب حكيت لك يا في فيديو هذا قبل هيك قلت لك الناس رح تشتري المشاعر اللي تتربطها بهذا اما صاحبنا جاك دورسي من تويتر سكوير شو بيحكي لك الصعب مش الفكرة نفسها الصعب هو انك انت كيف تبدأ بطريقة صحيحة مش الفكرة ايضا الفكرة موجودة في رأسك الصعب انك تطلعها من رأسك تحطها على الورق والدكيام انتو تعمل البلان تبعك وتلاقي انسب طريقة فعلية انك انت تنفذ هاي الفكرة بطريقة صحيحة وتحولها لواقع مطلوب ومحبوب من الكنسيومر ومين منا ما عنده انستجرام اللي عندي هذا اللي رح يطلع هون او هون وبنزل عليه الصور والستوريز ويقزز الكوكب فيه فصاحبنا كيفل سستون من انستجرام بحكي لك مش المهم انك انت تكون الافضل لكن المهم انك تكون خطيرا وعلى الاغلب صاحبنا كيفين هاد من دووين الاردن لماذا تقول لك لازم تكون انت زلمي خطير جدا 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 مش دووينيا تقول لك انك انت لازم تكون خطير فانك انت كيف تلاقي الفكرة وتعرف تبلورها وتحولها لواقع الناس تحبو مثل اللي حتنا قبل شوي وتلحق وراء وتآمن فيه وتتعلق فيه واتوماتيكلي هادول الناس اللي حبوا هذا الموضوع ذي بيلير ان ستعملو لك عليه ويسوكلو ويحبوه ويشتروه وهم مش دارين يعني ان كونش يسلي ولهون بما انو حكينا عشر نقاط ثانيين من اهم النصائح من اهم رواد الاعمال في العالم او الناجحين في العالم او الناس اللي بتشتغل في العالم او اللي المفلسفين في العالم انت حر يحني سميهم زي ما بدك بس هي نقاط فعليا واقعية بحب تنزلي عالتعليقات تحكيلي شو هي الاشياء اللي عجبتك من هاي النقاط وانت فعليا حاب تعملها او شو اللي فعليا انت أريد بتعملوا منها واذا في عندك نقاط ثانية او مصائح ثانية لتحب تحكيلي عالتعليقات فياريت راح اكون ممنونك و سلام